اشتركوا في القناة وهيعمل لنا ايه هيميز ما بيننا ولا هينبقى كلنا زي بعض هل المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين او المنتمي الحزب الحرية والعدالة هيكون عنده مميزات يا ترى اكتر عن البني ادم او المواطن المصري او المواطنة المصرية هل في حزب الحرية والعدالة هيبقى زيه زي المواطن المسيحي المصري هل اسئلة كتيرة جدا هل 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 كلام كتير جدا بنسأل فيه ولكن الحقيقة النهاردة قررنا نحن نتكلم فالموضوع ده مع الاستاذ واقل خليل الناشط السياسي عايزين نفهم ونفسنا نتطم بس مش طالبين اكتر من كده سبعة خير يا فعندم واهلا بحارتك معنا النهاردة ومخاوف في الشارع المصري حارتك شايفها ازاي وبتفسرها ازاي اولا يعني المخاوف موجود احنا في فترة تغير واسع اللي حصل في السنة ومص اللي فاتوا اكبر من اي حاجة كنا نتخيلها وبالتالي طبعا في قلقة عالمستقبل احنا كنا مستقرين في الاوضاع تحت مبارك وبنتجه للهوية بقى عندنا احتمال ان احنا ما نتجهش الهوية ودي حاجة بتعمل قلقة بتعمل خوف بتعمل يعني انجزايتي كده من المستقبل بس بالتأكيد انا واحد من الناس اللي بقتهم بالتفاول لان ارأي اي حاجة احنا هنتجه لها هتبقى بالتأكيد افضل مما من اللي فات ومما كنا فيه تحت مبارك وفي السنة ونص اللي فات اللي هي الفترة الانتقالية اللي هي شبهة كثير من التخبط والتراجع والاخرى اعتقد اننا بالفعل بنبتدي دلوقتي فترة انتقالية حقيقية انتقال للدولة من الاستبداد للديمقراطية حالتك شايف انه يعني ما فيش داعي للقلق بشكل كبير ولا شايف انه لأ من حقنا ان احنا نقلق ومن حقنا على الرئيس المنتخب انه هو كمان يطمننا وانه يحط لنا قواعد وقسس مش هتتخالف بالضبط يعني هو فيه فرق بين القلق والانتباه القلق بمعنى الخوف والقلق بمعنى انه لأ احنا منتبهين لكل اللي بيحصل منتبهين لكل التغيرات اللي بيحصل منتبهين لكل الوقود بتتنفذ ولا لا منتبهين بتغير الخطاب منتبهين في دولة اللي خلقت الفرعنى القدان ديت هتعمله مع الرئيس الجديد وهل هو حيسمح بانه هو يبقى جزء من الدولة دهية ولا لا طبعا الفرعنى بتاخد سنين يعني مش هتحصل في خلال 3-4 سنين ودي اهمية قصر مدة الرئاسة بس برضو احنا عندنا دولة بيروقراطية بتمجد الحاكم دايما وهنلاقي طبعا هي ابتدت خلاص اه بالزبط ابتدت في تمجيد الحقيق اه فده دور نحن بقى مش ده دور نحن ان هو مجرد موظف عند الشعب هو ليس حاكم ملهم وليس قائدا ولا زعيما هو مكلف امام الشعب بقى داء مهام محددة والمهام ديت هو وعد بيها وبعضها مطلوب منه محمد مرسي بدون القاب هو فايز باصوات فرق ضئيل من الاصوات واصوات اغلبها مش تابعة لحزب ولا الجماعة ولا لطياره السياسي وده بيحط عليه مسؤولية كبيرة خالص انه 7.5 مليون صوت اللي احنا مسلف انهوله حيرجعهم لنا ازاي حيقدي بهم ازاي احنا مختارناهش من اول مرة معظم الناس خاد في اول مرة خمسة وحاجة من 10 مليون في المرة الثانية خاد 13 ولكن فيها اصوات بعد كده رحت بفعلا هو ده النتيجة الحقيقية انه رئيس بالكاد وبالتالي عليه ان هو يكسب كل قطاعات المصريين القلق الجزء كبير منه ادى اصوات لشفيق انا في تقدير ان اصوات شفيق ما كانتش كلها اصوات بتتجه للنظام السابق كان في جزء منها قلقان وخايف حقيقي وفي فزعات وفي قلق حقيقي وفي فزعات في حاجات وهمية حيعملوا وحيعملوا 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 تلت تربع الحاجات دي وهمية ملايش اساس من الصحة ربعها فعلا في قلق حقيقي من جميع الاخوان المسلمين من حزب الحرية والعدالة وعلينا هو يطمننا في الفترة اللي جاية وفي الأداء كمان تاريخ جماعة الإخوان المسلمين ممكن يخلي حديثك تتطمن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين الإخوان معلهمش أي تاريخ في الحكم وبالتالي احنا في لحظة جديدة وكل ما يقال عنهم ده تخوفات وقلق من بلدان تانية ومن تواريخ تانية في الآخر احنا الأول مرة في مصر الإخوان يبقوا جزء من الحكم وبالتالي احنا بنجربهم بجد لأول مرة ولكن احنا بنجربهم برضو دي نقطة مهمة جدا عقب انتخابات وعقب ثورة وده بيحط عليهم ضغط شديد جدا لو كان جم في انتخابات من غير ثورة كان بقى وضع مختلف لو كانوا جم انه حسن مبارك صحي يوم وطاب ورب دقنه وبقى إخوان كان بقى وضع تاني لا هم جايين بعد ثورة وبعد انتخابات وبعد مواجهة كان أولها لحد أول مبارح وكانش ناس في الشارع عشان النتيجة ما تلاقبش فيها وبالتالي لأ هم مدينين للشعب دوت وحنجربهم بجد بقى تمام الحقيقة انه فيه مخاوف عند بعض الناس يعني لو تكلمنا مثلا عن السيدات السيدات نتكلم كده ببساطة شديدة سيدات معيلات كتير جدا فيه سيدات كتير جدا بيشتغلوا بيصرفوا على بيوتهم بيصرفوا على أولادهم هيبقى ايه الحال لو طلع قرار انه السيدات ممنوعات من العمل ايا كان ايه هو العمل ده دي احد الفزعات الوهمية الغير قابلة للتحقيق لانه ببساطة انت قلتيها وانت بتقوليها تلت الاسر المصري او ما يقارب التلت او اكثر قرارة من التلت ترعيلها امرأة وبالتالي يعني ايه مش وارد ما ينفعش اسمها حاجة قرار يطلع يبقى يعني ايه راجل وابن الراجل اللي حاول ينفذ قرار دي الحاجات اللي هي نقدر نتخيل انها وهمية من اساسه اولا ما فيش اي حاجة في برنامج ولا الحرية العدالة ولا محمد مرسي ولا الاخوان المسلمين حول النقطة دي النقطة الوهم اللي اسمها اعادة المرأة البيت المرأة والستات والبنات جزء اساسي من الثورة دهيت وهم مش قليلين ومش خفاف ومحدش يقدر يجي نحياتهم في هذا الموضوع وبالعكس اباقهم في الثورة وفي ما بعدها وبيقول انه هم جزء مهم جدا ويعني ايه الرئيس اللي حيجي نحياتهم حيتقزي حيتقزي فيعني انا دي من نقط اللي انا معتبرها من الفزعات لانها غير قابلة للتحقيق ستات في الشارع ستات بتشتغل ستات بتعلم محدش يقدر يجي ناحي ده ولو حد يجي ناحي ده مش مشكلته بس مع الستات والستات المعلاد مشكلته معنا كلنا محدش هيقدر يجي ناحي ده ايه اللي بيتقال ايه اللي بيحصل الناس خايفة من ايه الناس خايفة من واحد اتنين تلاتة اربعة ويمكن ده الطلب من دكتور محمد مرشي انه يبعت رسائل تطمن كل الشعب المصري هو اعتقد احنا في فترة اولا في مخاوف حقيقية لازم نميز بينها وبين الفزعات يعني فكرة فتح الحدود غزة يعني منطقة محاصرة وكان احد انا يعني ايه معارضيتي لحسن مبارك انه هو بيساهم في حصار غزة وبالتالي لما لما في الفين وتماني اعتقد اتكسر السور الناس دخلت العريش اشترت حاجات وراحت غزة يعني اصدي في الاخر غزة الناس اللي فيها قاعدين فيها عشان دي ارضهم ومش مطلوب ان احنا نساهم في حبسهم مع اسرائيل بالتأكيد انه فتح المعبر ده كان اول قرار خده وزير الخارجية المؤقل الهو العربي في الفترة القليلة اللي كان خده ده حق للمصريين اللي في سينة وحق للغزويين والفلسطينيين اللي في غزة لان دي كل دي اسر متفوتة في بعض رفح سلك اللي في رفح فيه رفح المصرية ورفح الفلسطينية وده بيقسم بيوت بالنص وعائلات هنا وعائلات هنا فلمش املوا ان الناس تبقى بتتحرك بشكل قانوني ما بين الارض العربية اللي اسمها غزة والارض العربية اللي اسمها سينة ده شيء منطقي وعلى السلطة القائمة انه ده يبقى تحرك قانوني في الاخر دخول البضاعة وخروج البضاعة محدش بيتكلم انه حاجة مضرة ولا بمصر ولا بغزة فبالتأكيد انه فتح المعبر اللي هو طلب طبيعي ومنطقي وعادي جدا زي بالزبط ما منتكلم انه السلوم مفتوحة ولا مقفولة زي ما منتكلم الى اخره الاوهام بقى حوالين السلاح والمخدرات دي كل دي اوهام وعلينا ان احنا وعلى الاعلام انه هو فعلا نميز ما بين المعلومات والحقاق وبين الفزعات يعني فطبعا فتح مسماش فتح الحدود في اسمها فتح المعبر وده شيء تصرف طبيعي جدا متأخر كتير يعني ايه تاني المسيحيين والخطاب الاعلامي للإسلاميين برضو يعني قلقهم دي نقطة مهمة جدا واعتقد ان دي من اهم النقاط لانه مش برضو لانه في حاجة في البرنامج بس احنا عندنا تاريخ طويل وقلق حقيقي وتخاوف حقيقي وتقريبا يعني ادعي انه الجزء كبير من الاصوات اللي كتخايفة عن حق وعلينا ان احنا مش على محمد مرسي علينا كلنا اننا نطمنهم في الاخر المصريين امام القانون سواء وده لازم تترجم لبعض القوانين الواضحة اللي احنا بنتكلم فيها بقى القانون دور العبادة الموحدة دور العبادة الموحدة ده قضية مهمة جدا انه حسن مبارك كان دايما بيفوض المسيحيين بالكنيس انا بديكوا كنيسة عشان تفضلوا كده وكان دايما لسه قانون الكنيس انه هو تصريح رئيس الجمهورية تصريح في الكنيسة وطبعا ما بيقاش رئيس الجمهورية بيبقى امن الدولة واحنا عارفين امن الدولة كان بيلعب ازاي وازاي هيجي السكان اللي ممكن مسلمين ضد بونة كنيسة او الى اخره القضية النهاردة احنا عايزين نخرج من ده كله لفعلا المواطنين امام القانون سواء هناك قانون موحد لدور العباد والقضية المهمة بقى انه دي لكل المصريين مسلمين مسيحيين لن نقبل احنا اللي جزء من الثورة ده احنا جزء حتى من لصوات المرشي لن نقبل بالمساس بمسيحيين او بالعقيدة لو في حد طائفي في مكان ما ظن انه فوز مرسي بيعني انه هو افضل من جاره المسيح لأ حيقف عند حده وحنفضح ده وحنواجهه اللي بيحمل المسيحيين في مصر مش رئيس الجمهورية ولا الشرطة اللي حيحمل المسيحيين في مصر انه هم جزء من بجد من السيح المجتمع ده وانه جزء مهم من الثورة ديات محدش قلفه محدش قاعد يقول هيبقى شكلها حلو لو حصل كذا الناس اخترت بجد انها تبقى متحدة واخترت بجد انها تهتف مسلم مسيحي ايد واحدة لانه حست انه قوتها في وحدتها بجد وبالتالي الخوف ده مفهوم ومبرر وعلينا ان احنا نواجهه وعلينا ان احنا اي اشارة في اي حتة في قرية في الصيد في بحري في اي حتة انه في توطر طائفي نتيجة استقواء بعضنا لا حنوقف ضده كلنا ولا نسمح به ديات تتجاوز بجد مرسي طبعا مرسي والحكومة القادمة عليها انها تبقى حاسمة وحازمة في اي توطر طائفي لا وجود رئيس من الاخوان المسلمين او انتما سابقا الاخوان المسلمين على قمة السلطة التنفيذية بيعني انه حيبذل مجهود زيادة انه يطمن وانه اي تجاوز تجاه مسيحين او اي اقليات اخرى فيه بقى هائيين في مصر بالمناسبة لو الناس مش عارفة فيه طائفة اسمها بقى هائيين في مصر ودولة شرائيين ومصريين وليهم حقوق كمصريين محدش هيقدر يجي نحياته وكلنا بغض النظر عن انتماءاتنا ياساريين لبراليين اسلمين لا حندفع ده لانه ده اي استضعاف للمسيحين او للأقليات في مصر يهدد الثورة تماما فده قلق في محله وعلينا كلنا ننتبهله بس لانا بقوله لانا ما اتطمن له ان احنا لاننا اسمح به لان احنا عارفين اهمات والوحدة لاستمرار الثورة من ضمن المخاوف كمان الحقيقة حريات الحريات الهوية المصرية الحرية ان حرتك النهاردة عايز تنزل في اي وقت تعمل اي حاجة انت حر مدام لا تدور الاخري حرية المصريين والهوية المصرية والحفاظ عليها هل ده مهدد من الجماعات الاسلامية المتشددة ولا ده نتطمن عليه برضو يعني انا شخصيا مش قلقان منه تشكيلة وشكل المصريين والمصريات ما تقليش في اي سلطة هتقدر تجبرنا على حاجة بس برضو نفس الفكر لن نقبل بمساس بحريات لن نقبل بقية رب العكس الثورة دي ثورة حرية وكرامة حرية جزءك حرية اول حاجة في الثورة دي الحرية دي حرية مش بس حرية تنظيم الأحزاب وحرية سيسية لا وحرية شخصية حرية شخصية بزبط ودي عضاية مهمة جدا واعتقد معركة الحريات هي مش بس معركة مع السلطة هي معركة جوه المجتمع تصورنا للحريات حقيقة هي جوه المجتمع وعلينا ان احنا ايا كان الرئيس دي معركة علينا بس في جزء من المجتمع بقى ممكن يتحول في الفترة دي لانه هيبقى عنده من يسنده هو ده المقلق شوية صح صح انا بتخيل انه لو فيها هيبقى بعض مجموعات في مناطق مثلا في محافظات مش ونواجهها لو لو لقينا اي ممارسات حنواجهها انا بالنسبة لبرنامج الرئيس الرئاسي لمحمد مرسي او حتى للحرية العدالة محدش خالص جيه ناحية فوقع الامر يعني من اكتر الانزمة اللي كانت بتقمع الحريات الشخصية كالنظام مبارك احنا مخد يعني كتير من الناس مخدتش بالها لانها كانت بتقمع الحريات الشخصية بالاغلب لا ملتزمين او متدينين اما لقينا ناس كتيرة طولت بقناها بعد ايه ده ايه اللي حصل لا ده كان لانه كان امن الدولة لو حد طول ده انه بيصلي بانتظام ممكن يحبسه احنا خلصنا من دي بس مش هنتقلب على ناحية تانية لا الحريات حريات الشخص انه صلي او ما صليش حريات البنت انها تحجب او ما تحجبش دي حندفع عنها كلنا واعتقد انه برضو ما هياش معركة فصيل واحد ولا جزء واحد لا هي معركتنا كلنا ما فيش الدولة ملهاش علاقة في واقع الامر باداء الشخص ولا حرياته الشخصية هي عليها انها تحمي عليها انها توفر له طريق امن عليها انها توفر له وظيفة وتعليم وصحة مش تقول له يلبس ايه ايه انا مش الان بس بقول انه دي من الحاجات اللي حنفضل منتبهين لها عشان مش بس انها ما تقلش لا احنا انا واحد من الناس اللي اطمح ان نبقى في حريات اكتر من اللي موجودة دلوقتي الحقيقة انه قزمة الدستور كمان يمكن لسه ما تحلتش واشكالية كبيرة جدا ومش عارفين ايلا هيحصل فيها حالاتك شايف انه دلوقتي دكتور محمد مرسي ممكن يحل الموضوع ده ازاي هل هيكون لي تدخل في حاجة زي كده يعني الموضوع هيمشي ازاي محمد مرسي في الاجتماع اللي هو الخميس والجمعة اللي فاتوا اللي عاقبوا المؤتمر الصحفي كان فيه بيان صدر عن الاجتماع وعبر عنه هو في كلماته قبل بيان الاجتماع حول السعي لاصلاح الجامعية التأسية وانه هتبقى اكثر تعبير طبعا في الاطار القانوني القائم دلوقتي ده بيعني انه يعني ايه محاولة في اطار المئة الاصليين والاربعين الاحتياطين او اكتر او اقل انه يتم احلال وتبديل القضية المهمة في موضوع الدستور انه على محمد مرسي والحرية والعدالة والاخوان المسلمين والطار الاسلامية اللي هاليها اغلبية جوة الجامعات التأسية انها تدرك انه قضية الجامعات التأسية مش مسألة غلبة عددية او ان احنا اكتر او ان احنا قال هي قضية فعلا انه تطمن بقية المجتمع هما الاخوان والطار الاسلامي خسر جامد قوي شعبيا من مجرد احساس الناس انه هما استقوا جوة الجامعات التأسية عشان كده كان قرار حل البرلمان اللي انا رأيي حلو بالكامل اه اه سعب ناس كتير جدا تم بدون معارضة شعبية حقيقا لانه وممكن الناس مش متابعة بالتفاصيل قوي ايه اللي بيحصل ولكن الفكرة اللي جات انه هما مستقوين ده دره وده نقطة مهمة جدا انه احنا كلنا تخيالنا انه الاخوان المسلمين حيقدوا عشر سنين من شهر العسل مصري بقى حكم قاسي جدا وصارم جدا وده برضو يعني لانه فاهم لانه بقى فاهم اه ومش مستحن اي حال اه لا لا او مبالغ شوية كمان يعني اوز دي ثلاثة شهر يعني ايه وبفتده اللي هو يعني ايه حسب الاخوان حساب بص ده واقع ومن حقه تماما اه من حق كل شؤون الحياة انها تعيش عيشة كريمة واللي يكونوا اصحاب قرار ليهم والمستقبلهم والحياتهم يكونوا كمان امنين عليهم بالتأكيد لا لا يعني احنا قلناها بتريقة في الفترة الانتقالية لانه ربنا يكون فعون رئيس القادم الشعب المصري مش حيرها حقيقي ربنا يكون قاولة وده حقيقي وده ضمانة مهمة جدا يعني كل المصادر القلق اللي انت تكلمت عليها الضمانة الاساسية فيها انه الشعب المصري ما يقدرش يعني عارف الجملة بتاعت المصري اللي هو ايه طب لو قرر يعمل كده ما يقدرش لانه فيه شعب فعلا مش حيسمح باستقوية مش حيسمح باستبداد غير بقى المخراوف اللي انتوا قلت لو طلعت حاجة جديد مش حيسمح احنا مش حنسمح الشعب ده مش احنا كافراد ولا كنشطاء ولا كده الشعب ده يعني جامد وبدركة كبيرة وعيه بيتجاوز بسرعة وبيتجاوزنا وبيقرر هو فده سبب من اسباب الاطمئنان انه شعبنا مش حيسمح حيسمح حد ست اللي قعدت تبيعي في الشارع مش حتسمح ان حد يقول لها انت شو تحقيق تبيعي لا حتتوكل عيها ازاي مش حتسمح ان حد يقول لها غطي ولا يعني ممكن يعني ايه تقلع على بماغ في رجلها وتبديله على بماغه يعني ايه السلطة في مصر والاول مرة وده مهم في انتخاب نتيجة اول مبارح انه لاول مرة في تاريخنا مش في ستين ولا في سبعة تلاف سنة الشعب اختار رئيسه والشرعية دلوقتي جاية من تحت الفوق مش من فوق التحت مش من رضا الريس عن المرقص من رضا الشعب وانتي طالع ودي دي نقلة مهمة جدا وبالتالي مش بس اللي حيستبدي اللي مش هيقدي كما يردي الناس مجلس شعبه ما استبدش انه ما ما اقنعش الناس انه هو ما استخلش على النقطة المهمة ما حسسهمش ما حسسهمش انه هو مصدر قوة ليهم انه هو برلمان ثورة وبالتالي لو ما خسر راحوا دحكين يلا المركب اللي تودي نشي وده وده على محمد مرسي على الحرية انه هو محدش امن من غير فأييد الشعب ده في ثانية ممكن يعني قصدي ما يعرفش ايه اللي حصل وهو ده الضمان الوحيد وهو ده الامل الوحيد انه لا شعب هنا بعد الثورة العظيمة وبعد الشهد وبعد ثباته وصموده في السنة ونص الدورة اللي كافين انه هم هيدمروا مع نوياته شعب وتخويف وتخوين وقد اللي خدناه من الصورة وكده لا ما زال واقف في صف الصورة وما زال مختار الصورة ومش هيسمح لحد انه هو يستبد ولا انه هو يبقى زائلته لا وده درس مهم جدا بالزبط الأستاذ واقل خليل النشط السياسي انا بشكر حراتك على وجودك معنا النهاردة وبنتمنى دايما ان نشوف بلدنا حلوة ونشوف بلدنا في اجمل مكان ودايما دايما زي ما بنقول يا رب نحط ايدينا كده في ايدينا بعض ونشتغل واللي مش هشتغل هو اللي مش هتبقى ايده في ايدينا اللي هيشتغل هتفضل ايده في ايدينا نروح للفاصل ونرجع نكمل فقراتنا خليكم معنا